اهلا البنات اليوم سنحضر دانت منزلي 100% بالنسبة للبنات لماذا لا تشترك في القناة تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصل على الجديد تابعوا معنا جميع المراحل لتحضير دانت منزلي اول حاجة نحتاجها هي نصف لتر مينان حليب ملعقتان من نشط دورا ملعقتان من السكر وكوبل كاكاولمر اول حاجة نحتاجها هي الحليب نفرغوه في شيئنا كنضيفولو الكاكاولمر انا خلط هنا الكاكاولمر مع الحلو وكيبقى غير على حسب الضوق اللي عندك كنضيفولو السكر كيبقى تهوع على حسب الضوق كنضيفولو نشط دورا ملعقتان بالنسبة للنشط دورا ممكن تعود بالدقيق غي هو كيسبقى نشط دورا احسن حاجة كنخلط جميع العناصر مزيان كنخلطوه جيدا باش نشط دورا تخلط لنا مع الحليب ومع الكاكاولمر بس هبط لنا لتحت بالنسبة للسكر حتى هو باش يدوب كنخلطوها بهذا الشكل مزيان مزيان بالنسبة للبنات اللي بغى تزيد قطع من الشوكولاتة ممكن تزيدها كيبقى على حسب المتواجد عندك في الدار ممكن تطفيلي قطع من الشوكولاتة او ممكن تستغنائع عليها من بعد ما نحركوه هدا با غادي نمشيو نحطوه فوق النار النار تكون متوسطة ما تكونش عالية وهو فوق النار احنا يكن خلطوه ما كان وقفوش على التخلاط باش ما كيت تكلت لنا هداك النشط دورا وباش حتى السكر ما يتحرقش لنا في الكاسرول تحت كنبقى احنا كنحركوه وهو فوق البوطة راه دغية كيعقد ما كيشتش معانا وقت بزاف دغية كيعقد هالتحلية دغية كتوجد في دقائق كتوجدات الاخر اللحظة كتجي هائلة بالنسبة للصحور من بعد ما عقاد لينا كنحركوها كشوية كناخدو شي كقوس على حسب الدوق وعلى حسب المتواجد تقدر تفرغي في كقوس او بالنسبة للشيز لايف او اي حاجة هناخدت هادو متوسطي للحجم إلا بكتجي كمية كبيرة كنتاخد كقوس صغر كنبدو نفرغو الخالط ديالنا في الكقوس كنعمرو الكقوس ديالنا بالخالط كيف قلت لكم البنات راها كتوجد دغية دغية في دقائق وكتجي كتجي زوينة في الماداق ديالها بالنسبة للصحور او الفطور او بالنسبة للدار اللي تتغرب حلاكة في وقتة رمضان يفطروا بها الصباح من الاحسن يوجد في الدار حسن من اللي كنشريو من الحوانة كنعرفو ان انا موجدي نوبي الدينة كنعرفو شنو فيه كنقدو هكا الوجه ديالهم من بعد كنخليوهم تياخدو لنا حرارة المطبخ وندخلوهم من الثلاجة غير لتحت ماشي في المجمد ندخلوهم من الثلاجة حتى كيشدو فرصهم زيان وكيعقادو كتكون هادي هي النتيجة النهائية ديالنا كنتمنى البنات يلاعج بقوم الفيديو تشتركو في القناة وتشجعوني بلايك وليكوموندار ورمضان مبارك سعيد